اشتركوا في القناة الذي هو قريب نوعا ما من تمثيل المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا وايضا في نفس السياق سأعطيكم التشكيلة المحتملة حسب توقعي عندما يتعاقب هذا الفرنكو الجزائري مع المنتخب الوطني الجزائري بشكل رسمي ويمثل المنتخب الجزائري وبطبيعة حال سنرى وسنلقي نظرة كيف ستكون هذه التشكيلة بتوجد هذا اللاعب فبطبيعة حال زي مشاهدين في الأول الأخيرة كشفت لنا المواقع الفرنسية والموثوقة أن أولاس يستعد لبيع النجم الفرنكو الجزائري ونجم أولمبيك ليون حسام عوار إلى أي ناد محتمل وبطبيعة الحال يعني فتح له أبواب الرحيل من فريق أولمبيك ليون وهذا زي مشاهدين مما سيسهل عليه اختيار أي وجهة سيمثل إما المنتخب الفرنسي أم المنتخب الوطني الجزائري وطبعا زي مشاهدين بعد إقالة المدرب الإيطالي لجوفانتوس ساري دخل مكانه وبشكل رسمي اللاعب الأسطوري لنادي جوفانتوس والنادي الإيطالي بيرلو لكي يترأس على رأس العارضة الفنية لهذا الفريق فبطبيعة الحال دايلي ميل نشر لنا أن حسام عوار هو مرغوب وأيضا تحت أنظاركم من أرسنال ومانشستر سيتي وأيضا جوفانتوس من إدارة أولمبيك ليون حيث سعر هذا اللاعب سيتجاوز 54 مليون جنيه إسترليني في هذا الميركاتو فبطبيعة الحال زي مشاهدين هناك كل من أرسنال كما قلت لكم ومانشستر سيتي تحت قيادة بيبو جوارديولا وأيضا جوفانتوس تحت قيادة بيرلو طبعا توتو سبورت صرح لنا أيضا أن هذا اللاعب دخل اهتمامات بشكل رسمي لنادي جوفانتوس ويريد المدرب الجديد لنادي جوفانتوس الضفرة بخدمات هذا اللاعب حسام عوار فكما قلت لكم أعزائي مشاهدين في بداية الفيديو عندما يخرج حسام عوار من نادي أولمبيك ليون الذي شائع عليه أنه يضغط على الفرنكو الجزائريين وأيضا يضغط على اللاعبين المجدوجي الجنسية من أجل تمثيل المنتخب الفرنسي عكس المنتخبات الأخرى فبطبيعة الحال إذا خرج هذا اللاعب إلى أي نادي آخر إلى نادي أرسنال أو نادي مانشستر سيتي أو نادي جوفانتوس حتى فبطبيعة الحال هذا سيسهل عليه شيء كبير أن يزيح ذلك الثقل على صدره ويصرح بنيته الصادقة عن أي منتخب سيمثل يا إما المنتخب الفرنسي يا إما المنتخب الجزائري وحسب الأخبار المتدولة حديثا وحسب أيضا عائلته وأقاربه قد صرحوا للمواقع الجزائرية أنه قرر تمثيل المنتخب الوطني الجزائري ويريد يعني مهلا من أجل التفكير فلديه هو كل الوقت ليهوفكر فبطبيعة الحال أيضا نحن لا نضغط على أي لاعب فاللاعب الذي يأتي إلى المنتخب الوطني الجزائري نحب أن يكون يعني لاعب ذو كفاءات عالية ولاعب يعني لديه طموح أن يقدم كل مستوياته مع المنتخب الوطني الجزائري وأهم شيء أهم شيء يكون قد جاء لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري وهو راضي عما فعله مثل أندي ديلور أندي ديلور كان من أحد اللاعبين الذي أعجبت بهم يعني بشكل كبير ومبالغ به لأنه يعني راح إلى المنتخب الوطني الجزائري وهو الذي صنع أوراق صفر وإلى غير ما ذلك وهو الذي صنع الباسبور الجزائري من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري فهذا اللاعب بحادثاته أندي ديلور نرفع طبعتنا احتراما لهذا اللاعب فنتمنى أن هذا السيناريو يتكرر مع حسام عوارو مثل المنتخب الوطني الجزائري فبطبيعة الحال الآن سأعطيكم التشكيلة المتوقعة والمحتملة حسب رأيي الشخصي والمتواضع فأنا لا أعلم أكثر مما يعلم الكوتش شمال بالماضي مع كل احتراماتي له فأنا اخترت بعض اللاعبين حسب رأيي الشخصي وأقحمتهم في هذه التشكيلة وسنرى كيف ستكون تشكيلة في المنتخب الوطني الجزائري بتواجد حسام عوار وبعض الركائز المهمة في المنتخب الوطني الجزائري طبعا إذا مشاهدين هيا بنا لنبدأ كما قلت لكم هذه التشكيلة المتوقعة حسب رأيي المتواضع في حراسة المرمى دائما وأبدا سيكون النجم المتألق رئيس هام بولحي طبعا رئيس هام بولحي كنت قد قلتها في العديد من الفيديوهات عندما يكون رئيس هام بولحي في حراسة المرمى أنا شخصيا أحس بالأمان يعني ما نكونش نخمم على كم هدف سيسجل علينا فبطبيعة الحال هذا اللاعب يبعث الأمان لكل الجماهير الجزائرية عندما يكون حاضر ويكون الجزائري أما في خط الدفاع زي مشاهدين اخترت لكم بن سبعيني وبالعمري وماندي ويوسف عطال على حسب تفكيري زي مشاهدين هذا دفاع قوي والله أعلم يمكن كل واحد منكم يعني يختار ويستبدل بعض اللاعبين الآخرين فإذا أنت زي مشاهد تريد أن تعطينا تشكيلتك المتوقعة اذهب إلى صندوق التعليقات وعلق بما تشاء في هذه التشكيلة وعطينا أنت أيضا تشكيلتك المتوقعة في خط الوسط حسام عوار سيكون تحت الجناح الأيصر للمتخب الوطني جزائري يا إما يوسف بليلي يا إما سعيد بن رحمة لأن كلاهما يقدمان مستويات كبيرة ولكن أنا أفضل أن يكون بليلي عندما يكون يلعب بغداد بنجاح كرأس حربة أفضل أن يكون معه يوسف بليلي لأنهما يقدمان ثنائي خطير جدا وأيضا متفاهمان كثيرا يعني صراحة عندما يلعب يعني متفاهمين بزاف ولكن حسام عوار سيكون تحت كما قلت لكم يوسف بليلي أو سعيد بن رحمة والله أعلم سيكون تحته وأيضا سوفيان فيقولي سيكون تحت رياض محرس في الخط الوسط وأيضا إسماعيل بن ناصر كمتوسط ميدان طبعا ما سيفعله إسماعيل بن ناصر هو سيكون دوره الأساسي هو قطع الكرة واسترجاع الكرة فإسماعيل بن ناصر يعني لاعب متميز وهو ركز في نادي أيسي ميلون غير مستغنى عنها وأصبح من أفضل لاعبين في نادي أيسي ميلون وأيضا يعني غير مستغنى عنه في أي مباراة كانت فهو عندما تمر عليه لن تمر بكرة القدم هو مسترجع خفيف لكرة القدم يستطيع أن يحرك ميدان كرة القدم وذلك بلا مساته وبطبيعة الحالة زي مشاهدين يقدم مراوغات جد احترافية وأيضا يمكنه أن يهاجم ولديه قوة بدنية جميلة ويمكن أن يتلاحن فبطبيعة الحالة زي مشاهدين حسام عوار دوره في هذه التشكيلة سيكون يعني مقدم تمريرات حاسمة وعرضيات وبينيات لكل من رياض محرز أو يوسف بليلي أو بغداد بنجاح ويسدد كرات خارج منطقة الجزاء فحسام عوار معروف بضرباته القوية وتسديداته القوية نحو المرمى فهذان الثنائيين عزو مشاهدين عن حسام عوار وإسماعيل بن ناصر يمكن أن يقدم مستويات خرافية وبطبيعة الحال هذان اللاعبان بحد ذاتهما يقدمان الثنائي خطير لكل منتخبين كان سينافس المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر مسترجع الكرة محرز بليلي وأيضا بنجاح فهذا مشاهدين ستكون لدينا تشكيلة مرعبة لكل المنتخبات فعندنا دفاع قوي حارس المرمى أقوى بكثير وأيضا خط وسط عالمي على المستوى العالمي والطرز العالمي أما بالنسبة للهجوم هو كالعادة هذا مشاهدين متألق جدا لدينا العديد من الركائز ولدينا العديد من البدائل فعكس عندنا تشكيلة واحدة وبعض الركائز في ديكة البودلاء إلا أننا لدينا تشكيلتان عندما تخرج كل هذه اللاعبين من هذه التشكيلة يمكن أن تحضر تشكيلة أخرى من كرسي البودلاء وتلعب بشكل عادي وتقدم لك عزيز المشاهد أحلى المستويات وتقدم لك أهداف وأيضا العديد من الأرقام طبعا إذا المشاهدين كان هذا فيديو اليوم أولا نتمنى خروج حسام عوار من نادي أولمبيك اليوم من أجل إفصاح عن أي منتخاب سيمثل في المستقبل القريب وأيضا نتمنى له كل الحظ الوفير وأيضا إذا المشاهدين انتظرون إن شاء الله في الفيديو القادم سأعطيكم التشكيل المتوقع بين نادي موشيستر سيتي ونادي أولمبيك اليوم طبعا إذا المشاهدين كان هذا فيديو اليوم دكتور فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر